دور أول كنت عامله بشكل جيد جداً في مباراة فيوتشر على معتوذك كنت أفضل لها في المباراة خدت جايزة أفضل لها في المباراة والأمور كنت يتمشي معك بشكل كويس ليه بعدت عن التشكيل الأساسية في الفترة الأخيرة؟ الله يبقى يا وجهة نظر كنت نعليها شوية أنا كنت موجود وكنت بصفة أساسية فكنت نعليها جاء وشاف أنه جاء بصفقات ممكن تضيف للفرة أحسن من الناس اللي موجودة كانت بتشارك شوية تشارك شوية ما تشاركش بس هي وجهة نظر بس أكيد كنت زعلان أكيد كنت زعلان بس ما كنتش أسر على الفرقة كنت دائماً في الفرقة وأول واحدة أتمرن وموت نفسي في التمرين وهو موجود في الفرقة كلمت مع الكابتن علاء قلت له ليه ما بشاركش أنا كنت موجود عايز أشارك كلمت معايا أحسن بمخور كلمت معايا كذا مرة وقال لي أنا محتاجك ودوس على نفسك أكثر من كده وهو يعني دخني معاه ما تشاط بس كانت خلاص يعني المكاني شغل كويس فما كانش قادر إن هو يدخلني بالصفة أساسية أنت عقدك مع الدخلية مستمر ولا منتهي؟ بس لسنة فاضل لك أسنة أنت مستمر مع الدخلية ولا في خطوة جديدة برد؟ إن شاء الله حالياً 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 مع الدخلية مكمل مع الدخلية شايف الدخلية الموسم اللي جاي محتاج إيه عشان يبقى في مكان أأمن شوية من المكان اللي كان موجود فيه السنة دي؟ والدخلية طبعاً يعني السنة الجاية هتختلف أغير السنة دي يعني السنة الجاية وخلاص الفرقة كلها تابر مشيت صح لأن الفرقة كلها جاية خليسكت علاقة معي على التلفون بيقول لي فاضل لنا عشر لعيبة يعني يعني مع عشر لعيبة عايزة عشرين لعيبة طبعاً الفرقة اللي صعدة والفرقة اللي موجودة طبعاً بتصرف فلو نادي الدخلية هيفضل بالظروف اللي هو فيها حالياً هتبقى الموضوع صعب لأن طبعاً العقود واللعيبة اللي هتعوش تجيبها عشان تعافر في وسط الفرقة الموجودة دي هتعوش تصرف كتير حتى الثالث فرقة اللي صعدة للدولة المتازة صرفه طبعاً جونة زد حتى بلادية المحلة عنده شوية مجهون أه بقول لك جونة وزدوا بلادية المحلة فأنت في وسط هذه الاجلانة النالية يعني والفرقة الموجودة كمان يعني طبعاً أنا بقولك بجالب الفرقة كمان يعني دايماً إيه الفرق اللي كي بتصرع الهبوط هي بتبقى بصة على الفرق اللي صعدة عشان هيبص الموسم اللي جاي هو هيكمل كان دايماً يقولك الصعد ده يشوف مينه وهيقولك هينزل تاني بالوقت اللي صعد صعب تحدد انه هو ينزل تاني صح كده يعني مش امور محسومة